فضل مولانا بعد إذن حضرتك فيما يتعلق بالإذن هل يتطلب الإذن من الزوج في مسألة التجميل أو الوالد إذا كانت المرأة غير متزوجة وفيما يتعلق بحيث لو حصل إختلاف الأمر يرجع لمن فيهم وبعدين بحيث مثلا لو طبيب أو طبيبة اللي هيقوم بعملية التجميل خصوصا إن كان يتعلق بمنطقة فيها عورة أو كذا أصل الناهي عن النمص نهر رسول الله عن النمص لعن الواشرة والمستوشرة وكذا إلى آخره كل هذا من أجل الواصلة والمستوصلة الحديث معروف مشهور كل هذا من أجل عدم التدليس لإقامة الحياة الزوجية نص الأئمة الأربعة على أنه بعد الزواج يكون بإذن الزوج فإذا أرادت المرأة وأذن الزوج بهذا أو طلبه فلاها أن تفعل هذا طيب وعند الخلاف عند الخلاف يعني مين اللي هيختلف مع مين هو هيقول لها اعملي فهي بتقول له لا خلاص يبقى لا والإمام الغزالي نص على أنه ده أمر يتعلق بها أنت بتقول لها غياري حاجة في جسمك وهي تمتلك جسمها مش تمتلك جسمها هي مختصة بجسمها فلاها أن ترفض لكن لو هي طلبت منه فأبى وقال لا ورأت أنه لأ بتاعته دي يعني كأنها ملزمة فلتطعه هو عايزها كتب فعند الاختلاف يبقى ما فيهش لكن عند الوفاق يبقى فيه لازم اللي اتنين يتفقوا على هذا قضية الطبيب بقى ولا طبيبة ولا كذا إلى آخر هذه ترتيبات يجب أن نراعيها طبقا للثقافة السائدة وطبقا للعرف خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في بعض الأحيان كما تقول أن العمل أو الاحتياج لا يسمح بأنه اختلاف الجنسين وفي بعضها يسمح بذلك